طبيب شاب عرف عنه الصلاح والتقوى أثناء دخوله صباحا بوابة المستشفى التي يعمل بها رأى رجلا مسنا ضعيف النظر وبصحبتهم رأة عجوز مقعدة على كرسي متحرك وكان يبدو أنهما ينتظران أحد ولما أنهى عمله بعد المغرب تفاجأ بأنهما لا يزالان في نفس المكان وعلى وجوههما آثار القلق والخوف فاقترب منهما وعلم أنهما في انتظار ابنهما الذي ذهب ولم يعد ولسانهما لا يكف عن الدعاء له بالسلامة وأثناء وجود الطبيب بجوارهما توجه العجوز للكفاتيريا المجاورة فذهب الطبيب إليه كي يساعده فوجده يريد زجاجة ماء وصعق حينما علم أنه لا يمتلك أي تنقود فاستأذنه الطبيب كي يشتري له الماء فوافق على استحياء فاشترى لهما طعاما وزجاجات ماء كثيرة وقبل أن يغادرهم الطبيب أعطته السيدة المقعدة ورقة قالت أن فيها رقم ابنها وطلبت منه الاتصال به حتى تطمئن عليه وتعرف سبب تأخره أخذ الطبيب الورقة فلم يجد سوى خمسة أرقام فيها فقال للسيدة يا أمي للأسف هذا الرقم غير صحيح فانتفضت السيدة من مقعدها وقالت كيف هذا لقد أعطاني بني هذا الرقم وذلك الجوال كي أتصر عليه في حال غيابه أخذ الطبيب الجوال من يدها فإذا به هاتف قديم لا يوجد به شريحة ولا شحن فقال في نفسه حسبي الله ونعم الوكيل أيها الابن العاق وحتى لا يلحظان شيئا من تأثره قال لهما لقد هاتفته وكان جواله مغلقا زاد خوف السيدة القعيدة على فلدة كبدها وترقرقت الدموع في عينيها وهي تدعو الله ألا يكون شيئا أصابه ظل الطبيب بجوارهما وكان الأب حين يرى أي سيارة سوداء يتهل الوجهه كطفل صغير ويرقض نحوها وهو يقول لقد أتى ابني ولكن للأسف لم يكن ابنه من ضمن القادمين وعندما سأل الطبيب رجل الأمن الواقف على بوابة المستشفى عن ابنهما أخبره أن ابنه وزوجته أنزلوهما من السيارة الساعة التاسعة وأخبر المسؤولين بأن سيارة دار المسنين سوف تحطر بعد قليل لأخذهما فنزل الخبر على قلب الطبيب كالصاعقة وبعد تقائق جاءت سيارة دار المسنين لتحملهما وقبل أن تصل إلى الأبي وزوجته أخذهم الطبيب في سيارته وقرر رعايتهما هو وزوجته في بيتهما وأخبر الأبوان أن ابنهما سافر في رحلة عمل طارئة وسيغيب بعض الوقت وبعد شهر وأثناء وجود الطبيب في بيته فوجئ بشاب يبكي ويخبره بأنه الإبن العاق لأبويه وقال له الشيطان جعلني أوافق على طلب زوجتي وألقي بوالدي لدار المسنين وقد بحثت عنهما كثيرا حتى علمت من رجل الأمن بالمستشفى أنهما عندك أريد أن أراهما وأسجد تحت قدميهما ليسامحوني لقد خسرت كل شيء ومرضت زوجتي بعد عقوقي لهما وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ملعون من عق والديه شعر الطبيب بصدق كلام الإبن وصدق توبته فأخبره بأن والديه لا يعلمان شيئا عن دار المسنين وعليه أن يخبرهما بأنه عاد من رحلته لأخذهما لبيتهما وكم كانت سعادة الوالدين عند رؤية ابنهما وهو يقبلهما باكيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل في الأربعين من عمره متزوج من سيدة تقية ويمتلك محلا كبيرا للبقالة أنجبت زوجته طفلين ولكنهما توفي بعد مرض أصابهما ثم أنجبت طفلا ثالثا وأصبح عمره سبع سنوات فكانت تخاف عليه كثيرا ودائما تدعو الله في سجود كل صلاة وبعدها أن يحفظه الله كانت هذه الزوجة الصالحة لا تعلم أن زوجها لا يتق الله في عمله حيث كان يغش في الميزان ويبيع السلع بأسعار أعلى من ثمنها ولا يصبر على معصر أبدا وحين علمت بذلك من جارة لها وتأكدت من صدق كلامها حزنت كثيرا وعاتبت زوجها وأكدت له أن غشه للناس من أسباب الحزن الذي يخيم على بيتهما ومرض ابنيهما ووفاتهما وأصرت على ترك البيت إن استمر على هذا الحال وأقسمت بأنها لن تأكل طعاما من ربح حرام في اليوم التالي مارض الطفل مرضا شديدا فأسرع الزوجان وذهب به إلى المستشفى وبعد ساعة شعر الزوج بصداع شديد فغادر المستشفى وترك زوجته مع ابنه ثم ذهب إلى محل صغير بالقرب من المستشفى ليشتري علبة سجائر فأخبرته السيدة التي تقف بالمحل أنها لا تبيع شيئا محرما وقبل أن يغادر المحل وجد رجلا فقيرا يشتري من السيدة أرزا فإذا بها تعطيه الأرز بربع الثمن دون أن تخبره بالثمن الحقيقي وبعدما غادر الفقير المكان سألها الرجل لماذا أعطيت الفقير الأرز بهذا الثمن الزهيد فقالت له دائما أتعامل مع المحتاجين والفقراء هكذا فهذه صدقة تعودت أن أخرجها فبها أتم الله شفاء زوج المريض وحافظ الله أبنائي صمت الزوج قليلا ثم أخذته نوبة بكاء وفي هذه اللحظة سامع أذان الظهر فأسرع إلى المسجد وتوضأ وصل السنة والفرض وأعلن توبته عن كل ذنب اقترفه وقرر أن لا يترك فقيرا أو محتاجا إلا وأكرمه ثم ذهب إلى زوجته وابنه بالمستشفى فوجد زوجته تبتسم وتخبره بشفاء ابنهما فحمله منها وأقسم لها أنه تاب إلى الله ولن يغش ثانية ولن يأكل إلا من مال حلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون رجل أعطاه الله مالا وجاها ومن الخير الكثير وأعطاه أيضا زوجة صالحة وطفلين جميلين ولدا وبنتا ولكنه ومع كل هذه النعم لم يستمع لنصائح زوجته بالالتزام بالصلاة وطاعة الله والتصدق على المحتاجين والعطف على المساكين وكثير ما ذكرته بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لكن الزوج ظل على حالته حتى مرضت ابنته التي يحبها كثيرا وذهب بها إلى أكبر المستشفيات في العاصمة وقال لكبير الأطباء خذ كل ما تريد من أموال وأعد صحة ابنتي كما كانت ابتسم الطبيب وقال له الشافي هو الله نحن والمال والدواء أسباب وفقط لم يعجب الأب كلام الطبيب ورد عليه بكلام فيه من الجهل الكثير فأصر الطبيب على خروج الأب من المستشفى وأن لا يعود إلا بعد ثلاث ساعات عندما يكون قد أجر العملية لابنته واستطاعت الأم أن تقنع زوجها الغاضب لمغادرة المستشفى وبأنها ستكون بجانب ابنتهما خاصة أنها تعلم وحدها خطورة مرض ابنتها الذي أخفته عن زوجها فخرج الزوج غاضبا وازداد غضبه عندما واجد عطلا بسيارته جعله يمشي على قدميه بين الناس ربما لأول مرة منذ سنوات وأثناء سيره جاءه شاب في غاية الاحترام يستوقفه ويطلب منه في حزن وحرج مبلغا بسيطا جدا من أجل شراء الطعام لابنه ويشير إلى ولده الذي يبلغ من العمر خمس سنوات في البداية ظن الرجل الغني أن الشاب يتسول أو يستغل ولده في ذلك ولكن طريقة كلام الشاب ومنظر الطفل الذي يبكي بشدة جعلته يصدقه فذهب الرجل إلى الطفل وسأله عما يريد فكرر ما أخبره به والده وهو ساندويتش من اللحم لأن رائحته جذبته ولأول مرة ربما في حياته يحتضن طفلا غريبا ويبكي ثم يخرج مبلغا كبيرا ويعطيه لوالد الطفل دون أن يراه ابنه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان ذلك وقت أذان المغرب فأسرع الشاب واشترى لابنه مطلبه ثم أعاد باقي المبلغ للرجل وأصر على عدم أخذه وقال له والدموع في عينيه أنا آسف نحن في أواخر الشهر ومرتبي تم إنفاقه ولأنني ليس معي نقود قررت أن نذهب إلى بيتنا سيرا ويا ليتني ما فعلت فقد اجتم رائحة اللحوم وأصر على تذوقها ثم سلم الشاب على الرجل بعد أن دعا له الله ما بين الأذان والإقامة بأن يحفظه ولا يريه في أولاده مكروهة وغادر الشاب وطفله المكان وهو لا يدري ماذا فعل في هذا الرجل لقد جلس الرجل على الطريق يبكي بصوت مرتفع وينظر إلى السماء ويقول تبت إليك يا رب تبت إليك يا رحيم يا ودود كم عصيتك ورزقتني كم قسوت على عبادك وكنت رحيما بي وبدون أن يدري أسرع إلى أقرب مسجد رآه ودخله وهو الذي لم يدخل مسجدا منذ سنوات طويلة وبعد الصلاة ذهب إلى المستشفى إنسانا آخر غير الذي خرج وفوجئت الزوجة بقدومه وجلوسه هادئا والدموع تملأ عينيه وكانت المفاجأة الكبرى عندما خرج الطبيب وأخبرهما بنجاح العملية قائلا لقد حدثت معجزة كادت العملية أن تفشل لكن وبعد أذال المغرب مباشرة حدثت معجزة وتغير كل شيء ربما شخص صالح دعا لابنتك واستجاب الله لدعائه ارتعش الزوج وبكى وهو يقول صدقت يا رسول الله يا من قلت داووا مرضاكم بالصدقة ومنذ ذلك اليوم وهذا الأب لا يترك فرضا لله ولا عملا يقربه من ربه إلا وقام به وأصبح منفقا متصدقا عطوفا على الآخرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم رجل ثري كان لاهيا مختالا فخورا بماله وقصوره في أحد الأيام دخلت عليه ابنته الملتزمة بابتسامة تحمل الحزن والبهجة معا وعندما سألها عن سر هذه الابتسامة قالت له لقد مات والد صديقتي وهو ساجد بالمسجد أثناء صلاة الفجر ما أجملها من خاتمة تمنيت من الله أن تعمل لها وتترك كل المعاصي التي تبعدك عن الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه غضب الأب وقال لابنته اطمئني قبل أن أموت بأيام سأتوب إلى الله وأحسن خاتمتي أما الآن فلابد أن أتمتع بالدنيا وبما جمعته حزنت الإبنة وقالت له سوء الخاتمة وحسنها بيد الله وليس بأيدينا ثم دعت له بالهداية والتوبة وبعد أيام قليلة أصيب الأب بمرض خطير وتردد على مشافي كثيرة في بلدان مختلفة من بلاد العالم وفي كل مرة لا يرى فائدة تذكر وأن الأمر يزيد خطورة مع الأيام حتى قال له الأطباء بحسابات الطب التي نملكها فإنه لا أمل في شفائك ولقد أصبحت أيامك في دنيا الناس معدودة لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة حزن الأب وارتعشت كل خلية فيه وانتصبت كل شعرة في جسده من الذعر ولما أيقن بما أخبروه عاد إلى بلده منهارا محطما وعندما علمت ابنته بالخبر حزنت كثيرا وذكرته بالتوبة وعمل الخير وأكدت له أن الأعمار بيد الله وحده بادر الأب واستدعى محاميه الخاص إلى مكتبه وأغلق الباب من ورائه وأملع عليه وصيته العجيبة تبرعات سخية للأطفال الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين ومشاريع خيرية وصدقات وكلما حاول المحامي أن يتكلم أسكته الأب قائلا لقد أيقنت أنني مودع هذه الدنيا وأريد أن أغتسل من ذنوبي وأحسن خاتمتي ثم بدأ يقسم بقية ميراثه على ورثته كل ذلك على الورق وطلب من محاميه أن لا ينفذ شيئا من هذا إلا بعد موته ومن يومها انقلبت حياة الأبي تماما فلم تعرف رجلاه سوى الطريق إلى المسجد وأصابعه لا تزال تدير مسبحته الطويلة حتى كلامه أصبح محسوبا موزونا لا يدور لسانه إلا بذكر الله أو تذكير أو نصح أو إرشاد وتمضي الأيام والرجل كثير الاعتكاف غزير الدمعة ومع كل يوم يموت بعضه ويمر الشهر وراء الشهر وفي الشهر الثالث بدى الرجل وقد أصبح من أبناء الآخرة ولما انقض الشهر كله وتتابعت أيام من الشهر التالي ورأى أنه لا يزال في كامل عافيته برقت عيناه وأشرق أمل جديد في صدره وبعد أسابيع أخذ يصيح لاعنا الطب والأطباء وسارع يخلع ثياب الزهد والعبادة ودعى صحبته القديمة التي كان قد طلقها وقرر أن يعوض ما فاته بسهرة لم يسهر مثلها إنسان ولتكون ليلة أشبه بليالي ألف ليلة وليلة وقبل أن تصل الصحبة الفاسدة ادعت ابنته المرض وطلبت من أبيها أن يهتم بها ويؤجل احتفاله ولأنه يحبها من قلبه لبى طلبها فابتسمت له وقالت سيزول الألم عني وأشفى تماما إذا ما سهرت الليلة معي وتقرأ القرآن بصوتك الجميل ثم تزيدني ببعض الأذكار التي كنت ترددها طوال ثلاثة أشهر ابتسم الأب وجلس بجانب ابنته يقرأ لها القرآن وكلما دمعت أعينهم قالا معا لا إله إلا الله ومع ذان الفجر توضأ الأب وصلى الفجر وفي آخر سجدة في الصلاة فارقت روحه إلى بارئها ورغم حزن الإبنة على والدها إلا أنها حمدت الله الذي أحسن خاتمته في اللحظات الأخيرة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ في عام 1990 ولد الطفل الأمريكي أليكزاندر لأبوين مسيحيين وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه فعندما بلغ عمره ست سنوات أحضرت له كتبا دينية في شتى الأديان وبعد قراءة متفحصة أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات بل وتعلم كل شيء عن أركان الإسلام والإيمان كما حافظ كثيرا من القرآن الكريم وعرف الكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد وسمى نفسه محمد عبد الله تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي طالما أحبه استضافته أحد القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته وكان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير ولكنه فوجئ بمحمد هو الذي يسأله كيف يمكنني أداء الحج والعمره؟ هل الرحلة مكلفة؟ من أين أشتري ملابس الإحرام؟ وعده المذيع بالإجابة على أسئلته بعد انتهاء الحلقة مباشرة وأثناء اللقاء علم المذيع من المسلم الصغير أنه كان مشهورا في مدرسته فحينما كان يأتي موعد الصلاة كان يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة وحده فسأله المذيع هل قابلتك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟ فأجاب بحسرة في بعض الأحيان كانت تفوتني بعض الصلوات بسبب عدم معرفة بالأوقات ثم سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فأجاب كل الأسئلة التي كانت تدور في عقلي وتتعبني لم أجد إجابة مقنعة ومفصلة لها إلا في الإسلام ووجدت أنني كلما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر كما أن وصف الله عند المسلمين أبهرني وجعلني أختار الإسلام سأله المذيع ما هي أمنياتك؟ فأجابه الصغير في لهفة لدي أمنيتان الأولى أن أصبح كاتبا أو مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القدرة التي تشوه صورة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود هنا تدخلت أمه المسيحية قائلة تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين ولقد ادخر من مصروفه الأسبوعي ثلاثمائة دولار ليزورها ويعتقد الناس أن ما يفعله محمد هو نوع من المغامرة ولكن ولدي لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون ثم سأله المذيع هل صمت رمضان؟ فأجاب محمد نعم صمت العام الماضي وتحداني والدي بأنني لن أستطيع ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك سأله المذيع هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟ فأجاب الخنزير حيوان قذر جدا أنا لا آكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سأله المذيع هل تصلي في المدرسة؟ فأجاب نعم وقد اكتشفت مكانا سريا في المكتبة أصلي فيه كل يوم وأثناء الحديث حان وقت صلاة المغرب فنظر محمد إلى المذيع قائلا هل تسمح لي بالأذان؟ ثم قام وأذن في الوقت الذي غرورقت فيه عين المذيع والعاملين بالدموع وبعد صلاة المغرب فاجأ المذيع محمدا بتسليمه دعوة مجانية مفتوحة للحج والعمر في العام الذي يناسبه فبكى من فرحته بالمفاجأة التي حلم بها وتمناها كثيرا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير